في احد البيوت المعزولة في الغابة بتظهر عربية متاجهة ليه فيها ام اسمها كاي وبنتها اسمها سام وهم رايحين لان كاي تلقت مكالمة من جارها اليكس ان امها ما بتخرجش من البيت ولا بيشوفها من فترة طويلة فوصلت كاي مع بنتها سام للتأكد والاطمئنان عليها وخبطوا على الباب وما حدش رد ولما تبص سام من الازاز ما تلاقيش حد فدخلت للبيت من باب الكلب وما لقيتش حد موجود برضو والبيت مليان بالشموع والاكل متعفن بقاله فترة وراحت سام لغرفة جدتها ومنعتها امها لانها تطمن عليها هي الاول وكاي ما لقيتش امها على سرير برضو وحست بالقلق وكده امها مختفية ولحظت جنب سريرها ملاحظات غريبة والليل حل واستعدت كاي للزهاب لاسم الشرطة للابلاغ لاختفاء امها وهي شايفة المعطف بتاع امها المفضل موجود وثابت بنتها سام لوحدها في البيت ومشيت ووصلت كاي لاسم الشرطة وقالت للشرطي ان امها بتعاني من ضعف الزاكرة وبتنسى بسرعة لانها عندها 80 سنة وملهاش اصدقاء عشان تروح لهم وكاي ما بتكلمهاش من فترة بسبب مشاكل عادية بينهم والشرطة هتخرج مع حملة بحث للبحث عن امها ايدنا وثابت له صورة لها حديثة للبحث وسام في البيت تسمع صوت غريب في المكان وشم ريحة عفون غريبة وراحت تتأكد من مصدر الصوت ودخلت لغرفة خزانة الهدوم ولقت الصوت بي اشتد ولقت في المكان اصار تعفون صودة وهي سبب الريحة الوحشة والام كاي بتنظف في البيت لانه ما تنظفش من فترة طويلة ولحظت الام ان امها ايدنا كانت ما زالت بتحط اكل لكلبها اللي مات بسبب ذكرتها الضعيفة وكاي علاقتها مش بس بامها وحشة لا ديه كمان علاقتها متوترة مع بنتها سام بسبب ان شغال كاي المستمر في شغلها وهي نايمة بالليل شافت نور مضيق تحت البيت وسمعت اصوات غريبة ومش شايفة حد موجود وفجأة تلاقي النور فصل لوحده وقلقت جدا حتى تاني يوم في حملة البحث عن امها ايدنا في الغابة ما لقوهاش خالص وكده هيعيدوا البحث من تاني بكرة وكلهم خايفين عليها وكاي علا لقل مبسوطة ان بنتها سام معاها وهي بتنظف لحظة مادة لازجة غريبة على سجادة وحنت لقو امها اللي ما شافتهاش من فترة وامها كانت عاملة افال كتيرة في البيت باي ادوات موجودة بسبب اعتقادها بوجود كيان غامض هيقتحم عليها البيت وقتلها وسام قعد برا البيت تسمع حركة من الغابة وتلاقيه ابن جار جدتها واسمه جيمي اللي بيحذرها من البيت وجدتها لانها خطيرة وشريرة حتى ابوه منعوه من التعامل معاها او الدخول لبيتها حتى لما سام عرضت عليه يدخل للبيت رفض بسبب خوفه وهو دلوقتي مضطر انه يمشي ولما دخلت سام للبيت تسأل امها عن الاقفالك كتيرة فتقول لها ان جدتها هي مسدقتهاش بخصوص الراجل الغامض اللي معتقدة انه هيجم عليها وهي معتقدة كده من ساعة موت جوزها لان عقلها ضعيف وبيتهيق لها حاجات مش حقيقية ولو قالوا للشرطة طبعا مش هيصدقوها وسام ارتدت معطف جدتها ونفسها ترجع للبيت بسرعة لانها بتحبها جدا يمكن يكون اكتر من امها كاي ولقت في جبل معطف ملاحظة تانية من ضمن الملاحظات الكتيرة المنتشرة والموجودة في البيت وسمعوا صوت من وراء جدران البيت ولقوا التعفن اللي سود منتشر على الحيطة وفي السقف ولقت كاي رجل غامض قدامها في الغابة وبيخرج منه الصوت مرعب وشافت بيت ابوها اللي مات والباب اتفتح لها وشافته هو بيتقلم كاخر ذكرى ليه قبل موته بسبب المرض الخطير اللي كان عنده ولقت العفن اللي سود منتشر وشافته باصص لها وشافته كمان كجسة متحنطة في وسط العفن اللي سود وكل ده كان مجرد كابوس مش اكتر وراحت تنام مع بنتها سام للاطمئنان ولكن فجأة لقت النور بيطفل وحده وهي نايمة ومش حاسة ومش قادرة كمان وبتكون فيه ايد لجسة لمستها وهي ما حستش بيها والصبح حل وسمعت كاي صوت من المطبخ ولما رحت لقت ست عجوزة موجودة وهي امها ايدنا حية وسليمة ونشيطة وما بتردش على بنتها كاي ورجلها غريبة لكنها بتتحول لجسة وتقول لها انها بخير وما تقول لهاش هي كانت مختفية فين وجابت لها كاي دكتورة للكشف عليها ولقيتها حالتها كويسة حتى مشكلة زاكرتها الضعيفة اتعالجت لوحدها وفاكرة كل حاجة بالضبط وهي مش محتاجة دكتور وبنتها بس قال انا عليها بزيادة مش اكتر بس الدكتورة لحظت علامة صودة غريبة على جسم ايدنا وتطمنها وتقول لها انها مجرد خبطة مش اكتر والحد دلوقتي ايدنا ما قالتش ليهم هي كانت مختفية فين وبتتهرب من الاسئلة وبتغير المواضيع ومركزة على شموعها وحاسة سنب القلق عليها ولحظت كاي وجود دم على ملابس امها وراحت تواجهها بيها وتسألها عن الملاحظات المنتشرة في البيت ولكنها ما تردش عليها وتقول لها ان ده بيتها وهي حرة والملاحظات دي ممكن تعتبرها انها جزء من دكور البيت ولعت ايدنا ان العلامة الصودة دي بدأت تكبر وتنتشر في جسمها كله ولما جت لها حفيدتها سام تديها خاتم جوازها بجدها كذكرى ليها وامها كانت لابساه من قبلها والعيلة بتتناقله من جيل لجيل وفرحة سام وكاي بتشتغل تلاقي بنتها سام جت لها ووريتها البوم رسومات للعيلة اللي فيه البيت المرعب اللي كاي شافته في الكابوس واللي ابوها كان عايش فيه بعد ما كان حابس نفسه فيه وتفاجئ بنتها سام انها بتستعد الوضع امها ادنى في ضار رعاية كبار السن لانها مش هتقدر تهتم بيها بسبب مرضها وانها عايزة مرأبه طول الوقت وبالليل وهم نايمين تسمع كاي صوت غريب في البيت ولما تروحت تتأكد تلاقي امها بصة للحيطة وبتكلم حد ولما نادت كاي عليها لقيتها بصة لها هي مش الحيطة اصلا وقلقت كاي وخافت على امها وسلوكها المرعب الغريب وودتها لسريرها وتلاقي امها ادنى عمالة بتبص حواليها وبتكلم ناس وكاي بنتها مش شايفهم خالص في المكان وتقول لها امها ادنى لو عايزة تشوفيهم يا كاي بص كده تحت السرير ولما تبص كاي تلاقي حد غريب موجود ولكن امها رمتها بالكتاب وخبطت راسها في السرير بالغلط واتضيقت كاي وسبتها ومشيت وكاي خايفة وقلقانة منها في نفس الوقت وتاني يوم استعدت عشان هتروح لدار رعاية كبار السن عشان تطمن منه ان امها هتكون كويسة في المكان والممرضة تقول لها ان غرفتها هتطل على المحيط والتعامل هنا زي فنادي الخمس نجوم وهيكون لها اصدقاء هنا ولقت كاي راجل عجوز بصص لها بخوف وما قدرتش كاي توقع على عقود نقل امها لدار الرعاية لانها امها اللي شلتها في بطنها تسع شهور الم ومعاناة وتحملتها بكل مشاكلها وحياتها لما كانت صغيرة ولما كبرت كاي دلوقتي هي ما بقتش قادرة تتحمل امها المريضة الوحيدة وهي خلاص في اخر ايامها وحس بالندم والحزن والضايقت من نفسها جدا وسام رجعت للبيت من شغلها ولقت جدتها بترقص وفرحانة وفرحت لها سام وتقول لها تيجي ترقص معاها ولكنها ندتها باسم تاني مش اسمها وتقول لها سام انها هتدور على شغل قريب من هنا وهتقاش معها في البيت عشان طرعاها بدل امها اللي هتوديها دار مسنين ولما شافت جدتها الخاتم اللي هو قدت هلها في ايدها اتهمتها بسرقته ونسيت انها هي اللي ادت هلها بكامل ارادتها وهجمت على سام عشان الخاتم وسام سبت لها الخاتم والملاحظات منتشرة في البيت وسام مستغربة منها ومن جدتها اللي اصابتها بسبب الخاتم اللي هي بكامل ارادتها ادت هلها اصلا وحست بوجود حد غريب مرقبها على باب الحمام وافتكرته جدتها او امها ولما نادت ما لقيتش رد والشخص ده هسابها ومشي وهي ترعبت منه وسام رقبة جدتها وبتفكر في كلام جيمي لما قالها انها شريرة والخاتم في ايدها وبتنحت في الشموع ولقيتها كاي رامية ورق تفوقها الدراسي زمان في القمامة وكمان تلاقيها عرفة انها كانت في زيارة مدينة ميلبورن عشان تشوف دار عاية كبار السن وتقول لها محدش هيخرجها من بيتها والعفن اللي سود بدأ ينتشر في البيت وفيه راجل مرقبهم وسمعت سام صوت برا البيت وملاقيتش حد موجود ولحظة التعفن اللي سود على الباب اللي شباك وهو هو نفس شباك بيت الجد اللي في ظهر البيت في نفس المكان والنور قطع وراحت سام تطمن على جدتها وتلاقيها على ضوء الشموع بتكلم حد في المراية وتقول لها الجد ده ايدنا على الارواح والكيانات الغامضة اللي هي بتشوفهم وهم كمان هياخدوها للعالم بتاعهم وتقول لها انها خلاص قربت تنتقل ليهم وهتسيب العالم الوحيد ده وثبتها ومشيت وقفلت سام عليها الباب زي ما هي طلبت منها وهم نايمين بالليل سمعت سام صوت غريب في المكان ولما راحت تتأكد تلاقي ان مصدر الصوت هو من غسالة الهدوم وحد شغلها ولما طفتها سام لقت الغسالة اشتغلت تاني لوحدها وترعبت جدا ومشيت وامها تلاقي نفسها المرة دي شايفة امها ايدنا في بيت ابوها والباب مفتوح والعفن الاسود منتشر ومشكل كمان مكان جثة ابوها اللي حواليه العفن الاسود على الارض والشباك بتاع بيت ابوها والشباك بتاع بيت امها دلوقتي العفن الاسود انتشر عليه ولكن كل ده يا صديقي كان مجرد كابوس وديه رؤية ان البتين دول العفن الاسود هينتشر فيهم وسمعت كاي الصوت من الحمام ولما تروح تتأكد ما تلاقيش حد والاصوات المرعبة ما زالت هي سمعاها والصبح حل ولقيت سام جدتها بتكلم نفسها وبتقول ان سام وامها كاي مش واقعيين وهم اشرار اصلا ومتخفيين وعايزين يخرجوها من البيت ويقزوها ويورسوه وهي مش هتسمح لهم بكده ولقيتها سام انها بتحفر في الشموع بالسكينة وكمان اصابت نفسها وما ادرتش سام تنقذها وجدتها هددتها بالسكينة وطردتها برا البيت وخافت منها فراحت سام لبيت جارهم والد جيمي واسمه اليكس وتسأله عن سبب امره لجيمي بالابتعد عن جدتها ادنى فيقول لها في مرة لما كانوا بيلعبوا مع بعض جيمي استخب منها في غرفة دولاب هدومها ولكنها قفلت عليه وحبسته الفترة طويلة وهو لما كان بيدور عليه سمع صوته وهو بيصرخ محبوس عندها وساعتها هي قالت له مفيش حد هنا ولكنه طلع وانقذه وادنى شريرة وامر ويبعد عنها خالص وكاي في البيت تلاقي امها ادنى معها البوم سور العيلة ورايحة للغابة فراحت وراها تتطمن ولقيتها بتاكل في السور بحجة انها تحميها من الارواح الشريرة وراحت كاي عليها وخدت منها الصورة بالعافية ولقيت على الصورة اللي كانت في فمها سائل اسود شبه العفن اللي هي وسام شفوه وتتبعت كاي امها من تاني ولقيتها بتقولها هي بتخسر نفسها خلاص ومش هتسمح للارواح الشريرة انها تسرق ذكراتها هي كمان ودفنت البوم السور وكانت بتتمنى انها تموت احسن من انها تنتقل مع الارواح الشريرة دول الى علامهم المرعب مع جزها وهم اصلا اللي قتلوه وزعلت كاي عليها جدا وعرفت ان حالتها صعبة جدا وتحضنها وتقولها هي خلاص هتفضل معاها طول الوقت وهتنقلها لبيتها في المدينة ومش هتنقلها لدار الرعاية بتاع كبار السن وامها حزينة جدا وفقدة للامل وحس ان نهايتها خلاص الرابط ومحدش هيقدر يساعدها وسام راحت لغرفة خزانة الدولاب اللي جدتها حبست فيها جيمي ولاقت اثار خربشة منه على الباب لما كان بيستنجد باي حد ينقذه وسمعت صوت في المكان وشغلت الكشاف ولاقت غرفة وممرات موجودة وورا جدران المكان ده وكمان لقت ملاحظات موجودة والعفن الاسود كمان منتشر ولكن فجأة هتلاقي نفسها تحبست في الغرفة وما فيش شبكة تليفون عشان تكلم امها تيجي تنقذها وكمان كاي لحظة اختفاء بنتها سام وبتكلمها على التليفون وما بتردش وهدومها لسه موجودة في البيت يعني هي ما مشيتش منه ولما قالت له امها ايدنا هي مش مهتمة خالص ونظراتها لها مرعبة ومقلقة في نفس الوقت حتى الجدة مش بتاكل وده سبب انهم لما دخلوا للبيت لو الاكل متعفن وراحت الجدة للحمام وبتكون العلامات السودة انتشرت في جسمها كله حتى كاي لقت مية من امها المادة السودة جواها برضو والعفن الاسود الغريب خلاص تملك الجدة وجسمها بقى ضعيف وكل ده وسام بتحاول تلاقي مخرج من المكان المحبوسة فيه وتلاقي ملاحظات على الحيطة بخصوص وجود كيان غامض هنا وبيؤمر الجدة انها تتخلص من بنتها كاي وحفيدتها سام ولقيت كاي ان امها تأخرت في الحمام وكمان ما بتردش عليها والباب ما بيفتحش فجابت كرسي وتبص على امها من الازاز ويتلاقيها بتأذي نفسها والمية تسربت وفتحت الباب وما بتردش عليها وتمشي وبسبب المية اللي نزلت على الكهرباء خلت الكهرباء تقطع في المكان كله وروحت كاي تتطبع امها اللي بترشدها لغرفة الخزانة اللي بنتها سام محبوسة فيها وسام كل ده بتحاول تلاقي مخرج لانقاذ نفسها وامها كمان وبسبب العفن الاسود المنتشر على الجدران خلى الجدران ضعيفة جدا وتقدر سام بكل سهولة تكسرها برجلها وتحاول تهرب منها واخيرا لقت كاي امها ولكنها خلاص فقدت نفسها والارواح الشريرة سيطرت عليها وجريت منها كاي ولقت سام حديدة واستخدمتها لتكسير حطة المكان بسرعة والخروج منه للبيت ومن البيت لبرى المكان كله ونجحة تعمل كده وقبل ما تخرج سمعت صوت امها وهي بتجري خايفة من ايدنا وادنا وراهم عايزة تتخلص منهم زي اما الارواح بتقمرها ولكنهم نجحوا يهربوا منها من الحفرة في الحيطة للبيت ولكن ايدنا وراهم برضو وهجمت كاي عليها واضعفتها والارواح الشريرة خرجت منها خلاص وهيسيبوها ويمشو ولكنها نادت على بنتها كاي اللي سابت سام تخرج من البيت وقفلت على نفسها لوحدها للبقاء مع امها ايدنا للابد زي اما هي وعدتها بالضبط واخدتها لغرفتها والعفن الاسود اللي سبب لادنا امها التحول لجسة ما اكتفاش بس بكده ده كمان حولها المومية بعد اما خسرت كل جلدها دلوقتي عشان تدخل صبات للابد وبرضو سام دخلت للمكان وهي وامها هيفضلوا مع ايدنا للابد حتى لو شكلها تغير لسه هي برضو ام كاي وجدة سام وهم مستعدين يدخلوا في الصبات معاها حتى تلاقي سام ان التحول اصاب كاي امها خلاص وهتتحول زي ايدنا بس كده يا شباب دي نهاية الملخص ولمزيد من افلام الرعب هتلاقيهم على القناة وفي روابط لقوائم تشغيل هسبها لك في الوصف تحت الفيديو